معنا من تونس الدكتور سهيل العلويني المتخصص في الأمراض الجرثومية دكتور سهيل أهلا بك ما هو الرابط بين المصابين بالسكر من النوع الأول ومخاطر الوفاة بسبب كورونا تحية لكل مشاهدين القناة الغد وشكرا على الاستضافة والإشكالية مع المرض السكري واحد ولا اثنين ما فيش فرق ما بين الاثنين وما تقريبا في الحالة الكوفيد 19 أن الارتفاء أولا نسبة السكر في الدم هذا بدراسات علمية يثبت أن يشجع ويسهل انتشار الفيروس داخل الجسم لأنك تعرف لتكاثر الفيروس داخل السخالية يحتاج إلى السكر السكر هو القوة التي استعمالها الجسم للتكاثر بالنسبة عالية للسكر تسبب هذا أولا والحاجة الثانية يضعف المناعة كذلك في الجسم فهذا سبب من الأسباب العاصفة المناعية التي تقع في الرئة وهذا معناها حسب الإحصاءات التي تعملت في الصين وفي إيطاليا وحتى في فرنسا الآن تقريبا مرضى السكر له عرض أكثر من غيرهم إلى العاصفة المناعية التي تصيب الرئة وتسبب معناها في تعكر الحالة فمعناها الملاحظ كذلك أن الذين عندهم مرضى السكر ويعالجون الطريقة بطريقة معناها دقيقة أي ما يستعملوا في الأنسولين لإنزال كمية السكر في الدم بطريقة طيبة وجدية لهم أقل أعراض من الذين لا يتابعون بطبيعة الحالة العلاج لأن مرض السكر بطبيعة الحال ليس سهل وكذلك معناها الاكتشاف من الاكتشافات الأخيرة الآن هو أن كذلك الفيروس هذا يهاجم البانكرياس البانكرياس هو المكان الذي تصنع فيه الأنسولين كذلك معناها فهو معناها له ضرار كبير معناها الذين كان لهم مرضى السكر ثم أصيبوا بالمرض نسبة الأنسولين الذين يتعاطونها تكثر تقريبا بحوالي 10% إذن بطريقة سهيل أن من يصاب من يصاب بكورونا وعنده مرض سكري هو يموت لا سامح الله من تداعيات السكري وليس بسبب كورونا ذاتها هل هذا صحيح؟ هو غير مش بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة طبيعة الحال هو سبب السكر لأنه ارتفاع نسبة السكر في الدم هي التي تسبب معناها العاصفة السميع العاصفة العاصفة المناعة التي تحارب هي أصلا العاصفة التي تحارب الرئة ولكن هذه موجودة كذلك عند الناس الذين ليسوا مرض بالسكر والذين يصل حالتهم إلى الوفاة فهي عملية نسبية الذين لهم مرض السكر هم أكثر مصابين من الذين ليس لهم مرض السكر هذه هي العملية النسبية لهم أكثر درجة خطورة عندهم أكثر طبيعة الحال شكرا جزيلا لك من تونس الدكتور سهيل العلويني المتخصص في الأمراض الجرثومية